موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 21 غجم 1438 للهجرة موافق 20 ابريل 2017 ميلادي تحت لئاسة فخبة رئيس الجمهورية السيد محمد ولعبد العزيز وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من المشاريع المراسيم والبيانات فذكروا منها مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتنظيم استفتاء 15 يوليو 2017 وستدخل وزير الداخلي واللمركزية حوال مضمون هذا المرسوم اللي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم نبيه الكريم شكرا مع علي الوزير من كان اللي شعرف اليوم اني قدمت مشروع مرسوم لمجلس الوزراء بخصوص الاستفتاء على الدستور اللي تم تحديده في هذا المرسوم يوم 15 يونيو 2017 الهدف من هذا المشروع هو تنظيم الإجراءات العملية اللي لا ينظم بها هذا الاستفتاء وهو عبارة عن جواب على السؤالين بعبارة نعم او لا او بحيال اذا عن هذو العبارات الثلاثة يجب على الناخب يجاوب على السؤالين المطروحين اللي معنيين بهم التعديلات الدستورية هو السؤال الول هل تصادقون على مشروع القانون الدستوري لاستفتاء المتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 91 السؤال الثاني هل تصادقون على مشروع القانون الدستوري لاستفتاء المتضمن مراجعة بعض احكام دستور 20 يوليو 91 اذا عن هذو هما السؤالين المطروحين في هذا الاستفتاء اللي يذهب من أجل تمكين الناخب من التصويت على هذو السؤالين بطبيعة الحال ليت توضع تحت تصرفه بطاقة ناخب لكل سؤال وفيها علامات تفصل بين الأسئلة بهلي هو لا يعود اقتراعين في اقتراع واحد مباشر بهلي صناديق اللي يعودوا هنين والأسئلة المجاوبة لهم كلهم سؤال واحده معناها عنده صندوق واحده يجاوب عليه إذن عن اللي توضع بطاقة الناخب اللي يعوده من هزنتين وهو هو اللي اللي يعود المباطن والله الناخب يجاوب لهذه السئلة اللي داي طبيعة الحال اللي هي يتم التصويت على اللائحة الانتخابية اللي معدل الفين واربعة عشر وعدلوا بها الانتخابات الرئاسية اللي اقبان هذه اللايحة الانتخابية ستتم مراجعتها وذاك يتطلب مرسوم آخر الذي يعود هو هو اللي راجع اللايحة الانتخابية إذن عن فهم مرسوم على هذه اللايحة الانتخابية إذا سيتم تحيينها فيياك عن المواطنين اللي بلغوا سن التصويت يا الله يسجلوا المواطنين اللي ما تلاه خالقين والناخبين اللي ما تلاه خالقين اللايحة الانتخابية يتم الشطبة إليهم إذن عنها تحيين لللايحة الانتخابية عملية الاقتراع. لا هي يقود في مرسوم اخر يستدعي هيئة الناخبين. يقود 45 يوم قبل الاقتراع. معناها 45 يوم عاقب التاريخ اللي محدد انفن 15 يوليو. اذا هذه الاجراءات العملية كلها سيتم تنفيذها من طرف كيف تعرفوا اللجنة المستقلة الانتخابات هي هي اللي مسؤولة عن الاجراءات التنظيمية كاملها للعملية الانتخابية. والمشروع المرسوم متعرض لذاك من توفير بطاقة الناخب ومتوفير بطاقة التصويت من ادوات الانتخابية كاملة. التحديد اللائحة الانتخابية. تحديد عدد اللائحة الانتخابية في كل مكتب. اذا عن هذه اجراءات تنظيمية وعملية التي تقود عند اللجنة المستقلة الانتخابات هي هي اللي مسؤولة عنها. من بدايتها الى نهايتها. معناها هنا يتوفى عملية الفرز ويوفاو الامور كاملة اللي هي وعدل المحاضر. وكل جهة معنيا محضر يا الله يجيسها يجيسها. واول بعد جهة يجيسها به اللي تعرفوا عن النتائج التملة مؤقتة. انين يبت فيها نهائيا المجلس دستوري. اذا عنها هاي العملية ككلها تتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات. فيه المرسومة تعرضة الاجراءات الحملة الانتخابية. الحملة الانتخابية كيف تعرفوا تنفتح خمسة عشر يوم سابق الاقتراع. وتتوقف الساعة الصفر يوم واحد سابق الاقتراع. لان هون نوضح على ان الحملة الانتخابية ممكن يشارك فيها الجميع. الا المسؤولين اصرا اللي منصوص على انهم ما يشاركوا في العملية السياسية. معناها الناس المحلفة. معناها ان جميع اعضاء الحكومة وجميع المنتخبين وهيئات المجتمع المدني. والجميع يقدر يشارك في عملية الانتخاب. اذا ان هذا تعرضوا المرسوم اللي قدمت اليوم. اذا ان هذا بصفة اجمالية. وهو مضمون المشروع المرسوم اليوم. اللي يحدد الاجراءات العملية لتنظيم هذا الاستفتاء. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الوزير عندي سئلة مختصرة. اولا اذا ما تجاوزنا الجدل السياسي والقانوني حول شرعية هذه الاستفتاء. هل انتم فعلا في الحكومة متأكدون انكم جاهزون من الناحية اللوجستية الفنية لتنظيم هذه الاستفتاء. فقط اسابيع تفصلنا عنه. هل فعلا على مستوى المستقبل الانتخابات والبطاقة. هذه الاجراءات كاملة. هل هي مكتملة لاجراء هذا الاستفتاء. الشق اخر. هل ستسمحون لوزارة الداخلية لمعارضي الاستفتاء بالقيام ايضا بحملة ضد هذا الاستفتاء. تنظيم مظاهرات واحتجاجات وربما اعتصامات. هل ستسمحون بهذا النوع من من الحملة. مستتعتبرونه خارج نطاقة حق الابداء الرأي المعترف به. سؤال امني. اه. وزارة الداخلية دائما تصدر البيانات للرأي العام حول احداث امنية تكون احيانا ليست بتلك الاهمية. قبل اسبوعين تقريبا في عملية سطو مسلح في قلب العاصمة. واصبحت هذه العملية حديث الناس في الشارع في الصالونات في وسائل الاعلام. لماذا تكتم على هذا الحادث تحديدا خصوصا هناك شائعات لا ولد ان اتطرق اليها. لكن هذه الحادثة تشغل الرأي العام. ما طبيعتها؟ ما الذي جرى بالضبط؟ واين وصلت تحقيقاتكم القبضة على الفاعلين. شكرا. انا شكرا بالنسبة للاسؤال الاول. هاد مدى ما اخذ المرسوم اليوم معنا انها جاهزة. معنا هني ماني اعلم بشي على كل حالي عرقل للعملية اللي هي ان احنا جاهزين واللجنة المستقلة للانتخابات اللي يتنظم الاقتراء من اللي جاهزة. بالنسبة للحملة ينين تفتح على كل حال مفتوحة للجميع. يا غير ذاك اللي لا هي يسبق الحملة. هو هو اللي لا يتوض انت شائر عليه. لكل امر تطلب دائما ترخيص. بالنسبة للسؤال الثالث اللي تعلق بعملية البنك. احنا ما نمتكتمين اليها غير احنا ما نقدو نوتو خبر شي ما بتنتمكننا. تحقيق جاري. وحين فيها توصنا النتيجة. نقدو نيرو فيها الرأي رأي العام الدور تعد. شكرا معي الوزير. انا عندي سؤالين لا يتسمحوني بهم. السؤال الاول يتعلق با اعلانكم الجاهزين لهذه الانتخابات كان هل يتعود فيها رقابة دولية. وهل سيتم متفعيل مرسل المورداني للمراقبة الانتخابات مراقبة هذه الانتخابات. سؤالي الثاني اللاجوز من سؤالي الزميل. متابعين قلتوا عنكم قضية القضية الامنية وما يتعلق بالبنك. منظر كان فيما اشخاص حتى الان محكومين وحقق معاهم ذي القضية. شكرا معي الوزير. نحن في في المرسوم اللي اللي قدمت امامكم مر. طارحين الاحتمالة لنا يؤدو في ممثلي لحزاب سياسية ولو الى عادة من المنظمات. وحتى مراقبين. اذا عن ما في الشي ما في الشي مكتوم به اللي. حنا دور الشفافي و الشفافيين تقول مدد دورها اذا عنها ما في مشي. ما في مشي مشحود. بالنسبة لقضية البنك. ها? مرصد الله كيف هذا. فبصر الله كيف هم كاملين. مراقبين كاملين. يسوا دوليين. يسوا محليين. يسوا احزاب سياسي. يسوا يسوا دولها. بالنسبة للتحقيق اللي في البنك. بطبيعة الحال. فهم اشخاص يحقق معهم. وفيهم اللي مازالهم. وفيهم اللي يحقق معهم. وانطلصوا لكل حال. عملية التحقيق اللي هذا كيف? جارية. الاشتباه يخلقوا فارواقي. ربما يقودوا مازالا. يؤمق معهم التحقيق. وربما واحدين يوضح على انهم يقودوا معهم مشمولين بالموضوع. اذا عنها عملية جارية. بطبيعة الحال فيها اشخاص. اشخاص. شكرا معي الوزير عدة سؤال. السؤال معي الوزير الانتخابات. شكرا معي الوزير. شكرا معي الوزير. كانت الجاليات الموجودة خارج مرتن. اللي يتشارك بالانتخابات. شكرا معي الوزير الداخلية. بالنسبة للسؤال الاول على كل ما يتعلق باللعور. نؤكد لك. انه غير موجود في الموضوع مريتانيا. ونقول ذو قاع ونقول انه ما واطي اتقى زمانه مريتانيا. ولا مشهد اي ارهاب اخر في مريتانيا يكون ذو كل في السجن. لا ذو كل في الحبس هما الموجودة مريتانيا المحبوسين. ولا وارد اصلا ان يعود موجوده مريتانيا. لان مريتاني. حتى ذو كل يرجعوا. اللي تابوا. ورجعوا عن ذاك الفكر. ذلي منهما. استضافت مريتاني والله. امنت مريتاني والله موجوده مريتاني. كان فيه الصفتين لا بد منهم احدا ان يعود ما قط تورط في عملية ارهابية. والثاني ان يعود مريتاني. وهذا ما هم متوفرين باللعوة. لانه قط تورطه عمليات ارهابية ولا هم مريتاني. معلات من حط الشروط الاستضافة ما يمتوفرها فيه بالنسبة لموضوع الجاليات نعم الجاليات اللي شاركت في الانتخابات الرئاسي 2014 واللي كانت موجودة في اللائحة في تلك الدول لا يتشارك أيضا في الاستفتاء أشكركم والسلام عليكم اشتركوا في القناة